استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر بعنوان الجمهورية الجديدة ثماني سنوات في تنمية الإنسان والمكان أبرز التقرير جهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية ذات الصلة بين عامي 2014-2022 حيث جاءت تلقى الجهود ضمن الهدف الرئيسي الذي تتبناه الدولة المصرية وهو الحق في العمل والحد قدر الإمكان من ظاهرة البطالة أشار التقرير إلى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر